هل وصول المسافر أو بعض وصول المسافر يصلي ما فاته من صلاة يصليها قصر ولا يصليها مكتملة بالشكل العيد لا لا أدم وصل إلى محل سكنه أو إقامته لو فيه فوائد قال عليه الصلاة والسلام من نام أو نسي صلاة فليصليها متى ذكرها هيصليها طبعا حال إقامته إتماما فيصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والعشاء أربع ركعات اعتبارا بمحل إقامته علو جدا طيب السؤال اللي بعده السؤال بقى المهم عقوبة عدم طاعة الزوج والسؤال بقى طاعته في إيه بالزبط كده أولا حضرتك هي الطاعة هنا مشتركة يعني طاعة الزوجة لزوجها وعلى فكرة أقول لك معلومة قد تبدو غريبة وأيضا طاعة الزوج لزوجته جديدة دي لا ما هو نقول لك دي عدلة الإسلام يعني مثلا الرسالة والسلام يقول إيه أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهلي أو في مهنة أهلي فكان يخصف نعله ويحلوب شاته وكان في مهنة أهلي فلما بنقول طاعة الزوجة لزوجها في حدود الأحكام الشرعية إذا خرجت الأمور عن الأحكام والأداب الشرعية لا يعني نفرض أنه أمرها بمعصية أو أمرها بمنكر هل تطيعه؟ طبعا لا أيضا هو يطحف إيه نفرض أنها قالت له أنها ستذهب لصلة رحمها الأعلى الأب والأم مثلا أو الأخ والأخت هنا هل يتعسف في استخدام الحق ويمنعها؟ لا فإذا وفق هنا يبقى طح وهنا الطاعة مشترك وليس هناك رقم واحد واثنين كما في تصور بعض الناس قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال فالزوج يطيع زوجته في حدود ما أمرت الشريع الإسلامية والزوجة تطيع زوجها في حدود ما أمرت الشريع الإسلامية فالطاعة مشتركة بين الإسنين من الحقوق التي تترتب على عقد الزواج الصحيح وليس فيه امتهان ولا امتقاص لا نقول أن الزوجة إذا أطاع الزوجها ده بالعكس هي في رضى الله ومثوبته وكذلك الزوجة إذا أطاع زوجته في حدود يعني هديك مثال يمكن يقرب للمشاهدين الكرام الزوجة كانت عليها صيام من أيام مفروضة عليها أيام الحيض والنفاس وهكذا أو كفرها من الكفرات وصامت هنا الزوج بيطيع زوجته يعني أنها تصوم لأنها بيعينها على الطاعة معي حضرتك وإذا استأزنته في صوم النفل ووافقها ويبقى هنا أيضا أعانها على الطاعة لا نقول بقى أني بقى عند بعض المفاهيم كيف أن الزوج يطيع زوجته ثم هي الزوجة بيطيع زوجها هنا المعاملة مشتركة والمعاملة بالمثل لأنها علاقة تكامل ترجمة نانسي قنقر